ابنك عندو كم سنة دلو اسم الله مسك الكشف حسده دانكو 22 سنة اسم الله بعد مليون شر عنه يعني ربنا يحفظهولك كنت بتلاقي عليه من خطر المخدرات طبعا وما زلت على فكرة ربنا عافية اه يعني ربنا احمي ولادنا كلنا بس يعني ملهاش وقت على فكرة بتشوفي ناس كانوا كويسين وزي الفل ومرة واحدة كعبله كعبله غريبة كده مع ناس غريبة عجيبة بس لما بتكون يمأسسة صح بتكون يمربية صح بتكون يمتبعة ما بتكون يملاحظة بتخشي في التفاصيل بتلعبيه رياضة بركزة في اكله بركزة في نومه بركزة في صحيته بركزة في صحابه طبعا بركزة في صحابه انا عايزة اقول لكم انه تبقى للدراسات الكتير اللي اتعملت في بلدنا وبره بلدنا الحقيقة انه اول سبب الولاد بيروحوا في سكة المخدرات هي صديق السوق طبعا ده السبب الاول علمك مصبوط طبعا والحقيقة انه السبب التاني برضو يخد هو حب الاستطلاع انك عايز تجرب انك عايز تحس هذا الاحساس فضول والعالم بالزبط حب الاستطلاع احيانا فيه ناس بتبقاش عايزة بس بتجرب لانه صديق السوق اللي جاي في المقام الاول هو اللي بيدفعها للتجربة الحقيقة ان احنا النهاردة في شوية جد هنتكلم عن مبادرة بترعاها الشركة المتحدة لالتوعب مخاطر المخدرات هذا الفرد اللي بيقرر يروح في هذه السكة بيخسر المجتمع كبير كتير صحيح هو بيخسر نفسه واسرته بتخسره وبيأثر سلبا على المجتمع بطرق مختلفة وبيبقى عالى وعبقى على المجتمع ومش بس كده هو ما بيبقاش عالى وعبقى على المجتمع وفقط لكن كمان بيبقى مصدر خطر خطر يعني يهدد كل كمان اللي موجودين حواليه ويبوز النسيج الاجتماعي يعني يعني عارفين لما تشترق ماشا حلوة كده بس تلاقي فيها حتة بايزة فتقول لا شكرا مش هقدر مش هقدر مش هقدر هعمل بيها ايه الحقيقة انه المخدرات ومدمنين المخدرات بيبوزوا نسيج المجتمع بيبوزوا شكل المجتمع بيبوزوا حالة التناغم اللي في المجتمع ربنا يعافينا ويعافي ولادنا الشر بر وبعيد عندنا مبادرة مهمة جدا وواحدة من المبادرات اللي بترعاها الشركة المتحدة وواحدة من المبادرات اللي احنا محتاجين بقى نشوفها كتير جدا 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 ولما بتتعامل حلو وبنستعين فيها بنجوم كبار ومؤثرين بتبقى مؤثرة وبتاخد عينينا يعني احنا بنحب محمد صلاح وبنحتري وبنقدر وقديه بنبقى فخرين به وكل مصر بتشجع ليفربول لما محمد صلاح بيبقى بيلعب شوفوا لما بيظهر فيه الحملات بتاعت صندوق مكافحة المخدرات والابنان بيعمل حالة عاملة ازاي والشباب بينتبهوا انه هذا النموذج الكبير قوي جاي عشان ينبهنا ويوعينا الحقيقة انه كمان الارقام صارت ارقام صادمة وكبيرة يعني اخر تقارير لهاية الامم المتحدة في 2021 السنة اللي فاتت بيقولك انه على مستوى العالم فيه تقريبا 275 مليون شخص تعاطوا المخدرات في 2020 سنة الكورونا لو تفتكروا وفيه اكتر من 36 مليون شخص بيعانوا من اضطرابات تعاطي المخدرات والحقيقة انه الاخطر من كده كمان انه نسبة المراهقين اللي بيعتبروا المخدرات ضرة انخفضت اه ليه بقوا شايفين المخدرات ايه عادية يعني نوع من العلاج يعني فيه 40% شايفين انها مش حاجة خطيرة شايفين انها مش خطر قوي يعني انا هفضل مسيطر تحت السيطرة بالزبط بالزبط تحت السيطرة وده مثل قوي جدا يعني مسلسل تحت السيطرة من المسلسلات اللي بجد مثال حي على قد ايه الفن والدراما ممكن تفرق في حاجات كتير اوي ممكن تنور حاجات كتير اوي عايزة ازود بقى على الارقام دي رقم كمان مرعب بيقولك ايه بقى بيقولك ان 58 من الشباب 58% من الشباب مدمني المخدرات عايشين مع اهليهم وده معناها ان انا ببقى ولادي عايشين في حضني جنبي في البيت قاعدين واكلين شاربين نايمين معايا لكن انا مش واخد بالي منهم لان في تفكك اسري لان انا يمكن ما بقعدش على الترابيز اكل مع ولادي كأب وام غير في مناسبات قليلة جدا انه ولادي بينزلوا بيروحوا بيجوا انا مش متابعهم بشوف بنتي بتخس ما ببقاش عارفها هي بتخس ليه هل عشان ايه عاملة دايت ولا هل عشان هي ما بتاكلش كويس بشوف ابني معاه فلوس وبيتصرفه تصرفات غريبة وبيصرف مصاريف غريبة او معهوش فلوس خالص مع انه هو بياخد مصروفه ما بنتبهش ما بركزش ها بس انت بتقولي دا غاية في الخطورة لانه مش بالضرورة عشان الاب والام منفصلين لا ملوش علاقة والابنة يروحوا في السكة دي لانه ممكن يكونوا وعايشين مع بعض في بيت واحد طبعا والاسرة في شكلها الطبيعي بس يخرج منها بالضبط شباب وبنات في سكة الادمان بالضبط ففكرة انه انا كمان يا جماعة انا عايز اقولكم حاجة فكرة انه انا اوعي الاهل انه في خط رجعة وان المدمن دا ما رحش ومش راجع المدمن دا ممكن يرجع المدمن دا ممكن يتلحق المدمن دا مريد ازاي اخد بالي من المدمن ازاي انتبه انه في مدمن عندي في البيت ازاي ما عقبوش واحكم عليه واوزر علي احكام لا الاول اهتم بي واعرف ليه وصل للحتة دي وازاي ممكن ارجعه منها كل دي حملات توعية مهمة جدا بتقوم بيها الحركة دي او المبادرة دي عشان نوعي الشباب ونوعي اهليهم ونوعي المحيط الاسر اللي عايش حواليهم ازاي يتعامل مع الشاب المدمن اللي موجود في البيت